تفقد المهندس معين الماس محطة الوزن المحوري بمنطقة راس عمران بمدرية البرقة بالعاصمة عدن وذلك للإشراف على مراقبة الأوزان لشحنات النقل الثقيل بهدف إيقاف أثرها المدمر على شبكة الطرق بالمحافظات المحررة واطلع الماس على مستوى الأعمال بالمحطة ونشاط الفريق العامل في مراقبة شحنات النقل الثقيل وإجراءة التعامل مع الحمولات المخالفة للأوزان القانونية ومستمعا من مدير المحطة ناصر عزان إلى شرح مفصل على الإنجازات التي حققتها المحطة لمراقبة الأوزان المرة من طريق راس عمران